السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس معه الأعداد من صفر إلى أربعمائة تسعة وتسعين الجمع والطرح دون زيادة إذن دعونا نبدأ أحسب ذهنياً العد في اتجاهين وفق خطوة منتظمة أربعة وثمانون سبعة وثمانون تسعون أستحضر أنجز العمليات التالية تسعة مع ثلاثة يساوي اثنى عشر نكتب اثنان ونحتفظ بالواحد واحد مع اثنان مع ثمانية يساوي إحدى عشر نكتب واحد ونحتفظ بالواحد واحد مع واحد مع اثنان يساوي أربعة إذن مائة تسعة وعشرون زائد مائتان ثلاثة وثمانون يساوي أربعمائة واثنى عشر ستة مع ثلاثة يساوي تسعة اثنان مع صفر يساوي اثنان أربعة مع ثلاثة يساوي سبعة إذن أربعمائة ستة وعشرون زائد ثلاثمائة وثلاثة يساوي سبعمائة تسعة وعشرون تسعة مع خمسة يساوي أربعة عشر نكتب أربعة ونحتفظ بالواحد واحد مع سبعة مع أربعة يساوي اثنى عشر نكتب اثنان ونحتفظ بالواحد واحد مع ثلاثة يساوي أربعة إذن تسعة وسبعون زائد ثلاثمائة خمسة وأربعون يساوي أربعمائة أربعة وعشرون سبعة مع اثنان يساوي تسعة تسعة مع أربعة يساوي ثلاثة عشر نكتب ثلاثة ونحتفظ بالواحد واحد مع ثلاثة مع ثلاثة يساوي سبعة إذن ثلاثمائة سبعة وتسعون زائد ثلاثمائة اثنان واربعون يساوي سبعمائة تسعة وثلاثون أتدرب أولاً شاهدت آمال بإحدى المغازات لعبة أعجبتها ثمنها مئتاني ستة وسبعين ديناراً قالت ينقصني أربعة وستين ديناراً لشرائها كم تملك آمال؟ المبلغ الذي تملكه آمال مئتاني ستة وسبعون ناقص أربعة وستون يساوي ستة ناقص أربعة يساوي اثنان سبعة ناقص ستة يساوي واحد مئتاني وستة وسبعون إلا أربعة وستون يساوي مئتاني واثنى عشرة ديناراً ثانياً لخياطة ثلاثمائة ستة وتسعين متراً من القماش قصت مئة تسعة وخمسين متراً لصنع فساتين ومئة أربعة وثلاثين متراً لصنع أقمسة أولاً ما هو طول القماش المستعمل؟ طول القماش المستعمل مئة تسعة وخمسون زائد مئة أربعة وثلاثون يساوي مئتاني ثلاثة وتسعون متراً ثانياً ما هو قيص طول القماش المتبقي؟ طول القماش المتبقي ثلاثمائة ستة وتسعون ناقص مئتاني ثلاثة وتسعون يساوي ستة ناقص ثلاثة يساوي ثلاثة تسعة ناقص تسعة يساوي صفر ثلاثة ناقص اثنان يساوي واحد إذن طول القماش المتبقي يساوي مئة وثلاثة أمتار أوظف لإعداد مربى أحضر عامل المصنع 250 كيلو جراما من الإيجاص و140 كيلو جراما من السكر أولاً أبحث عن كتلة الخليط كتلة الخليط 250 زائد 140 يساوي صفر مع صفر يساوي صفر خمسة مع أربعة يساوي تسعة اثنان مع واحد يساوي ثلاثة 390 كيلو جراما هي كتلة الخليط عند طهه فقد الخليط 50 كيلو جراما من كتلته ثانياً أبحث عن كتلة المربى كتلة المربى 390 ناقص 50 يساوي 340 كيلو جراما أقيم أعطت الأم ابنتها سلوى قطعتين نقضيتين من فئة 200 مليمان وقطعة نقضية من فئة 50 مليمان أولاً أحسب المبلغ الذي تملكه سلوى المبلغ الذي تملكه سلوى 200 زائد 200 زائد 50 يساوي 450 مليمان اشترد بهذا المبلغ ورقة تصوير بـ 210 مليمات وطلاصة بـ 130 مليمان وصورة ثانياً أحسب ثمن ورقة التصوير والطلاصة ثمن ورقة التصوير والطلاصة 210 زائد 130 يساوي 340 مليمان ثالثاً أحسب ثمن الصورة ثمن الصورة 450 ناقص 340 يساوي 110 مليمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر